في البرازيل طالب النائب العام بتوجيه التهمة رسميا إلى الرئيس ميشيل تامر بتلقي رشوة قدرها 150 ألف دولار من رئيس شركة اللحوم المتورطة في أكبر فضيحة فساد تهز البلاد في خطوة غير مسبوقة تهدد بإقراغ البرازيل في أزمة سياسية جديدة طالب النائب العام البرازيلي بتوجيه التهمة رسميا إلى الرئيس ميشيل تامر بتلقي رشوة ويضع اتهام النائب العام الرئيس البرازيلي في عين العاصفة لفضيحة مالية كبرى تهز أكبر الدول أمريكا الجنوبية منذ ثلاث سنوات وتامر هو أول رئيس برازيلي يواجه خلال ولايته اتهامات جنائية علما أن تحقيقات في غضايا فساد فتحت بحق رؤساء سابقين ووجوه سياسية وفي أول رد فعل له قال تامر في خطاب في قصر بلاناتو لا شيء سيدمرنا أنا والوزراء ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال إلى المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثة النواب على الأقل على محاكمته وعندها يكف رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما ويتهم المدعي العام الرئيس البرازيلي بأنه استفاد من منصبه كرئيس للبلاد من أجل تلقي رشوة قدرها حوالي 150 ألف دولار من شركة جي بي اس للحوم المتورطة في فضيحة الفساد الضخمة التي تهز البلاد وبلغت الأزمة السياسية في البرازيل ذروتها منتصف مايو الماضي مع تسريب تسجيل صوتي يبدو فيه أن الرئيس يعطي موافقته لأحد مالكي شركة جي بي اس لشراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب المسجون حاليا وقبل أسبوعين تمكن تامر من قاد ولايته بصعوبة بالغة بفضل قرار مثير للجدل المحكمة الانتخابية العليا التي قرار قضاتها بأغلبية ضئيلة رد قضية تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية التي خاضها عام 2014 مع الرئيس السابق ديلماروسيف وتولى بعدها منصب نائب الرئيس